موسيقى أهلا وسلم بكم إلى هذا الموعد الجديد من قراءاته الذي سنتحدث فيه في هذه المرة عن قضية حساسة جدا ذلك أنها تعترضنا يوميا في حياتنا المعيشة سنتحدث عن هذه القضية والتي تشغلنا كثيرا ثقافة التواصل أو ثقافة الحوار بين الناس كثيرا ما ندخل حوارا مع شخص معين وبالرغم من كوننا نعرف الموضوع معرفة حقيقية وهو من صميم تخصصنا وهذا يمكن أن يقوله أي إنسان ولكننا نخرج من الحوار بخفي حنين بمعنى أننا لا نخرج بنتيجة والحقيقة الأخرى أن إقامة حوار بين شخصين هو صعب جدا حتى وإن كنا نعرف بعضنا المعرفة الحقيقية من الكتب التي تتحدث عن ثقافة الحوار وهي الحق يقال من الكتب القليلة جدا في الجزائر اليوم عندنا كتاب هو بحثا عن ثقافة الحوار مع الذات ومع الآخر للأستاذ بشير خلف أستاذ بشير خلف أهلا وسهلا بك شكرا تحياتي لك وتحياتي وتقديري لكل المشاهدين والمشاهدات وشكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة جدا والتي تدخل في موضوع هامل جدا نفتقر له في حياتنا وهو ثقافة الحوار أهلا وسهلا بك أستاذ الأستاذ بشير خلف هو كاتب وقاس وإطار تربوي بطقاعد بدأ لإبداع الأدبي سنة 1972 نشر أعماله الأدبية في عدد كبير من المجلات والثقافة والكثير من إنتاجه القصصي في الرؤية لاتحاد كتب الجزائريين أخرج عددا كبيرا من الكتب أخرج في القصة أخديد على شريط الزمن عام 1977 له القرص الأحمر مجموعة قصصية في 86 له أيضا الشموخية مجموعة قصصية في عام 1999 الدف المفقود مجموعة قصصية في عام 1999 أيضا ظلال بلا أجساد مجموعة قصصية عام 2007 عندنا لا قليل من الفرح هذا الكتاب الذي جاءنا به الأستاذ وأذكر أن الأستاذ جاء من ولاية الواد ولمشقة الصفر والبعد أحضر بعض الكتب معه سأريكم إياها في كل مرة عندنا ترانيم في حضرة القبح هي ومضات قصصية للأستاذ أيضا عندنا الأعمال غير الكاملة التي تحدثت عنها الآن وجمعها الأستاذ في الأعمال غير الكاملة هذه القصص التي ذكرتها وللأستاذ أيضا في الجمال الفنون الجمال فينا وحولنا ليس معي اليوم الجمال رؤية أخرى للحياة في عام 2007 والجمال فينا وحولنا عام 2007 أيضا عندنا أيضا ما شاء الله كتب أنا حسبتها 25 كتاب الفنون لغة الوجدان هذا الذي بين يدي الآن وعندنا الفنون في حياتنا هذه الدراسة عام 2009 وفي الفكر الإبداع الأدبي والناقد عنده أيضا وقفات فكريا حوار مع الذات ووخز للآخر عنده أيضا مرايا حديث في الثقافة والجمال عنده أيضا مؤانسات ثقافية هي عبارة عن مقالات عام 2013 وعنده على أجنحة الخيال 2015 وتغاريد قلم تغاريد قلم هذا الذي عندي الآن وعنده في الدراسات أيضا الكتاب الطفل بين العلم والفن عام 2007 دراسة كما قلت المجتمع المدني وحقوق المجتمع المدني المجتمع المدني وحقوق الإنسان هذا الذي تشاهدون وعنده ثقافة الحوار مع الذات ومع الآخر موضوع وقفتنا الحوارية اليوم وعنده حوارات في الفكر والثقافة والأدب والتربية مع وسائل الإعلام عام 2015 وفي السيرة عنده مرفأ الذاكرة سيرة ذاتية لبشير خلف هي في قيد الإعداد لم تخرج مخطوط وإضاءات عنده هو عبارة عن نقد المرحوم شرادة الجناني عام 2016 وعنده توشيح وعنده هذه حياتي المرحوم العلم محمد طهر تليلي ما شاء الله هي عدد كبير من الكتب أنت من القلة القليلة من الأدباء من الأدباء الجزائريين الذين أنتجوا هذا الكم من الكتب الجمع مبين القصة والفكر كيف استطعت أن تجمع بين هذين العلمين أو هذين الفنين في شخصك؟ أولا بدأت كتابة القصة القصيرة في سنة 1972 ونشرت لي كما ذكرتم وزارة الثقافة المجموعة القصصية 1977 وبقيت وفيا للقصة القصيرة إلى سنة 2007 سنة الجزائر عاصمة للثقافة العربية حيث صدرت لي المجموعة القصصية الخامسة ذلال بلاء الساد وكانت في هذه المدة أنا تقاعدت من التربية والتعليم في سنة 2001 في سنة 2001 كونت جمعية ثقافية ولائية لحد الآن لازلت موجودة في الواد اسمها الرابطة الولائية للفكر والإبداع هذه الجمعية الثقافية الرابطة للفكر والإبداع هي جمعية تجمع النخبة المثقفة في ولائة الواد وأصبحت معروفة حتى لمستوطني هذه الجمعية لما كوناها في 2001 بدأنا ننظم في كل سنة ملتقى أول ملتقى نظمناه هو النخبة المثقفة ثانيا الثقافة الوطنية وتحديات العولمة ثالثا الثقافة البيئية البعد الغائب هذه الملتقيات التي وصل آخر ملتقى نظمناه جدلية الإنسان والعمارة قبلها نظمنا ملتقى الخطاب الديني بين الغلوي والاعتدال سنة 2008 هذه الملتقيات التي نظمتها جمعيتنا جعلتني أتصل أكثر بالأساتذة الجامعيين الذين كنا نأتي بهم ليؤثروا هذه الملتقيات من عدة جامعات هذه الملتقيات جعلتني أنني أتعرف وأندمج أكثر في الفكر بدأت حين ذاك تراودني أفكار على أنني لابد أن أتخلى مؤقتا عن القصة القصيرة وأتجه للفكر ففي سنة 2009 تجهت مباشرتان إلى كتاب أذلفت كتاب وقفات فكري وهو كتاب فكري في عدة قضايا مثل العولمة مثل الثقافة الوطنية مثل التحاول مع الآخر وإلى آخر ذلك ثم ذهبت إلى الدراسة الفنون لغة الوجدان الفنون في حياتنا ووصلت إلى سنة 2017 سنة 2017 عدت إلى القصة القصيرة في شكلها الجديد الشبابي القصة القصيرة جدا القصة الومضات لأن العصر الذين عيشوا الآن هو عصر الآن متسارع وعصر لا يتطلب من القاري الوقت الطويل لكي يقرأ قصة فيها أربعة وخمس صفحات وستة صفحات إذن بما أن الموجة الآن الموجة العالمية الآن في السرد السرد العربي والسرد العالمي تتطلب نصوص قصيرة جدا ولكنها مكثفة مكثفة تنطلق من مفارقات يعيشها القاري ثم تعتمد على لغة توظيف اللغة بشكل أفضل لأنها تعتمد على التكثيف اللغوي وتنطلق من الجملة الفعلية لأن الجملة الفعلية الفعل هو الذي يحرك الزمن في أطواره الثلاث إذن فاتجاهت إلى القصة القصيرة وألفت فيها مجموعتين قصصيتين تحديا لي أنا وتحديا حتى لا يقال بأنني شخت وأصبحت الآن في القديم إذن فعدت إلى القصة القصيرة جدا حتى هنا يفس الشباب اللي رأيهم موجودين الآن وهذا ما جعلني أعود ثم بعد أن ألفت المجموعتين القصصيتين في القصة القصيرة أعدت مرة أخرى إلى الدراسة فعدت لكتاب المجتمع المدني أهو بدعة دخيلة أم ضرورة اجتماعية لأن هناك أقوي الكثير بين المجتمع المدني هو مفهوم غربي ومفهوم نحن بعيدون عنه ولكن أثبت بالدليل على أن المجتمع المدني هو مجتمع بدأ من عهد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من المكة إلى المدينة عندما بدأ يكون الدولة الإسلامية في المدينة المنورة هناك بدأ المجتمع المدني وسيرت في هذا الكتاب أن المجتمع المدني سيرى الإنسان العربي والمسلم من ذاك التاريخ حتى إلى اليوم حتى وإن كان المصطلح هو مفهوم غربي لكنه كان متغلغ لين في حياتنا فيما يسمى سابقا بالمجتمع الأهلي وعندما نعود إلى المجتمع الجزائري الآن نجد أن مفهوم المجتمع المدني هو يتركز في قضية التعاون والتكافل بين المجتمع سواء في القرى أو في المدن أو في المناطق الفلاحية وهو ما يسمى بالعوانة ويسمى لما يتكاتف الكثير من الفلاحين ويتعاون مع بعضهم بعض في قضية الحساد ثم حتى في قضية البناءات في البلدات القديمة والقرى أن المواطن الجزائري عندما يريد أن يبني سكنا فجيرانه وأقربه كلهم يتعاونون معه ويبنون معه هذا المنزل وكلهم يتعاونون وللحظت أنا منذ سنوات حتى في منطقة زوزو في أعالي منطقة زوزو وجدت أن عدة قرى هناك الدولة لم تستطع أن تنجز لهم طرق ما بين المناطق الجبلية ولكن المواطنين بتكافل وما بعضهم بعض استطاعوا بعيدا عن الإسفلت ولكن عن طريق السيمة وعن تلك القرى أنهم مهدوا طرق لكي تسل بين هذه المنازل وبين المدرسة في تلك المناطق إذن فالتكافل الاجتماعي موجود بين المجتمع الجزائري إلى يومنا هذا وبالتالي المجتمع المدني ليس كما يقول البعض بأنه بدعة دخيلة هو ضرورة اجتماعية سيرت الإنسان منذ القديم حتى إلى يومنا هذا ثم بعد الكتاب هذا عدت إلى كتاب بحثا عن ثقافة الحوار مع الذات وما الآخر كتاب في الحقيقة أتعبني لمدة السنتين وأنا مكب عنه وهناك أسباب كثيرة دفعتني لكي أونجز هذا الكتاب يعني قد نتحدث عنه سابقا فيما بعد ما شاء الله هو الجمع ما بين الفكر والجمال والقصة ولكلها معارف وثقافات قد تبدو عند البعض بعيدة ولكنك استطعت أن تجمع بينها هو ما يجمعها معا هو أننا نحن لا نحب الجمال نحن نرى الجمال دائما إلا في المرأة وهذا خطأ كبير الله سبحانه وتعالى خلق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم في أحسن حلة ثم هذه السماوات وهذه الأراضي وهذه البحار وهذه الأشجار وهذه الجبال كلها جمال تجعل الإنسان أنه يعيش راضيا ومسالما وفي نفس الوقت متكيفا مع الحياة ويعيش بالرضا وبالسلام الإنسان إذا الآن تغلغ في القبح داخله أصبح يرى كل شيء قبيحا بدلا بنفسه لأن الإنسان الذي يضيع نفسه هو لا يمنع بالجمال الإنسان الذي يحب الجمال ويقدس الجمال أول ما يبدأ يبدأ الاحتفاظ بجسمه هو سواء في هندامه في شكله في علاقاته في سلوكه مع الآخر فإذا أنا هذه الكتابة كلها وصلت فيها إلى خلاصة على أننا لابد أن نعيش داخل الجمال ومع الجمال وفي نفس الوقت هذا الجمال لابد أن يكون مع الآخر لا نعيش نحن وحدنا في هذه الحياة نعيش مع الآخر وهذا الآخر لابد أن نحسن معه التواصل والاتسال والحوار وإلا لما كانت هناك حياة طيب حديثنا عن مفهوم الحوار وأنت تتحدث عن الحوار أنه ثقافة حقيقية ما هو مفهوم الحوار ثقافة الحوار ككل الحوار إذا عرفناه تعريفا مبدئي بسيط الحوار هو سلوب إنساني لأن الحوار هو بين الإنسان والإنسان هو سلوب حوار إنساني هدفه الاتسال والتواصل مع الآخر يعني من شروط الحوار أنك تعترف أن هناك طرف آخر مقابلك إذا أصبع عندك اعتراف أن هناك طرف آخر والطرف الآخر هذا عنده الحق أنه يتحاور معك وإن كان يختلف معك ولهذا هذا يجعلني أعود إلى آخر سورة هود يقول الله سبحانه وتعالى باد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين يزالون فعل مذارع يدل الحذر على المستقبل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم لذلك خلق الله سبحانه وتعالى الناس مختلفين في كل شيء والاختلاف هذا هو إثراء وغنان الحياة وإلا لما كانت هناك حياة ولما كان هناك إبداع لأن الاختلاف بين الناس هو الذي يولد الإبداع والابتكار وإلا كنا كلنا نسخة واحدة وعندما نكون نسخة واحدة فالحياة تموت ولا يكون فيها اختلاف تدرجا أستاذ في حديثنا عرفت الحوار من منطلقات دينية من منطلقنا الإسلامي ما هي أنواع الحوار التي يمكن أن توجد في حياتنا؟ الحوار في الحقيقة إذا اتفقنا على أن الحوار هو بين أطراف وأن هناك من مبادئ الأولى هو الاعتراف الاعتراف بالآخر ثم الاعتراف بالآخر أيضا من شروطه أننا نحترم الآخر وأننا بداية نرى أن الآخر هو لا يقل عنه كفاءة لا يقل عنه كفاءة معنى أن هناك لا أقول تشابه أن هناك اختلاف لكن هذا الاختلاف فيه طاقات وفيه أفكار كلها لابد أن نحترمها ثم من هذه المنطلقات التي قد نختلف فيها وقد نتفق عليها لابد أن ننطلق إذا اعترفنا بأن الآخر له أفكار وله رؤى في الحياة حول موضوع ما معنى هذا أن الحوار لابد أن ينطلق من الندية الندية معنى أنك تشابهني وأنك تساويني من حيث المنطلقات أما إذا الحوار هذا من حيث المبدأ أنني أرى نفسي أنني أرقى منك وأنني أحسن منك وأنني أفكر أفضل منك فهنا يختل الحوار ولا يكون موجودا أبدا من الشروط أن الحوار يكون فيه اتسال وتواسل واعتراب الأخ وتفاهم إن لم يكن هناك تفاهم لا يوجد هناك حوار من هذه المنطلقات البسيطة أنا ننثب إلى أن الحوار هو فضيلة إنسانية في الحياة الاجتماعية وضرورة من ضرورتها إن لم يكن هناك حوار لما كانت هناك حياة وحياتنا كلها الاجتماعية في جميع مجالاتها إن لم ينتهي في هذا الحوار لأن نجح في حياتنا سواء في الإعلام سواء في الاقتصاد سواء في الفلاح سواء في كل المجالات ثم إذا ذهبنا فيما بعد إلى مجالات أكثر إلى المجتمع بكل مكوناته إلى الهيئات إلى المؤسسات ثم إذا ذهبنا إلى المجتمع بكل مكوناته ثم إلى الأسرة ثم إلى المدرسة لهذه كلها إذا اتفقنا من حيث المبدأ على أن الحوار هو أسلوب تواصل والتسال وهو فضيلة إنسانية تعترف بالآخر وتتفاهم معه والرؤى لابد أن تكون هناك رؤى مختلفة إذا اتفقنا من هذا المبدأ إذن نستطيع الآن أن ندخل إلى الحوار في المجالات الأخرى إذا لم نتفق منذ البداية معنى هذا أن هناك إقصاء وبكل أسف أن في العالم العربي الآن وبما في المجتمع الجزائري أن هناك فكر الامتثال ما هو فكر الامتثال؟ أننا في ثقافتنا العربية أننا نريد من الكل أنهم يمتثلون إلى نمط واحد طالما لا نعترف بالاختلاف فمعنى هذا أن الحوار غير موجود بكل أسف أننا عندما نرجع إلى الثقافة العربية الآن نجد أن العقلية الأبوية البطر الرقية هي التي تسيطر الآن على حياتنا وبكل أسف أن الزخم الثقافة العربية القديمة ما قبل الإسلام ثقافة العشيرة ثقافة القبيلة ثقافة الأن العلى هي التي الآن تسود وسادت طوال القرون من قبل الإسلام حتى إلى الآن وبكل أسف أن التاريخ العربي من بدايته حتى إلى الآن كله مرة بمطبات وبانزلقات كثيرة بسبب انتفاء الحوار وعدم الاعترف بالآخر وما يجري في العالم العربي وما يجري منذ 2011 هو نتيجة أن الحوار غير موجود حتى عندما نبسط الحوار ونذهب إلى مؤسسات بسطة في الإدارة أن في كل مسلحة إدارية إذا كان هناك سوى تفاهم بين المسؤول وبين المرؤوسين سببه انتفاء الحوار وعدم السماع نحن بكل أسف ثقافتنا العربية لم تترسخ عندنا ثقافة السماع أنني أسمعك وتسمعني وعندما أسمعك معناها أسمع رأيك وعندما تسمعني أسمع رأيك قد نتفق في نقاط معينة هي التي تؤسس ما بيننا يعني الثقة وقد نختلف في نقاط أخرى ولكن ليس الاختلاف هذا منها العداء نحن بكل أسف أننا عندما نختلف في أبسط الحاجات فالعداء هو الذي يسيطر هذا وصف جميل لواقع معيشه وغياب ثقافة الحوار عندنا كجزائريين وكعرب وكحدة الدول المتخلفة ولكن لو أردنا التشخيص ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا هذا العدم التواصل الحقيقي المنزع عن الشخصية المنزع عن البراغماتية المنزع عن حب الظهور أنا قبل لحظاتك قلت لك بأننا نحمل عندنا محمول تاريخي تاريخي مثقل بهذه الثقافة هذه الثقافة التي تنفي الحوار هي التي تغلغلت في حياتنا حتى داخل الأسرة الأسرة العربية والأسرة الجزائرية الآن اليوم المجتمع الذي نعيش فيه هو مجتمع شبابي مجتمع له رؤاء وله أفكار أخرى ويعيش العالم الذي نعيش فيه بكل زخمه وبكل اهتدازاته وبكل يعني مستحدثاته خاصة عندما أصبحت هناك تواصل الاجتماعي هذه التي جعلت الكل يتبلور ويصبح الآن الكل في عالم واحد الأسرة الجزائرية الحدلان أغلبها نستطيع أن أقول 90% لم تواكب هذا التطور في الأسرة الواحدة الأب بصفة خاصة الأب البطرق هذا لحد الآن لا زال يمارس سلطته وجبروته على أبنائه وبناته حتى عندما لا يريد أن يفتهمهم نقاشا في قضايا تهم الأسرة أو تهمهم شخصيا حتى أن التوجه في الجامعات مثلا نعطيك مثال في قضية العائلة تنجح البنت أو ينجح الولد في البكالوريا تكون عنده رؤاء في المستقبل ويريد أن يختار الشعب التي يريدها أو التخصص التي يريده لكن الأب يريد أن يكون تكون عنده سيطرة يقوله أنا أحبك تكون طبيب أنا أحبك تكون مهندس أنا أحبك تكون كذا هذه السيطرة وهذه فقط نموذج ثم ثانيا داخل الأسرة الحوار غير موجود أبدا الحوار غير موجود ويبدأوا الرأي غير موجود وحتى داخل الأسرة يعني الأبناء أو البنات عندما يعطونا رأيهم الأب لا يعجبوا الحال ويرى بأن هذا تمرد وأن هذا يعني نوع ما نفي للأبويين وإلى آخر ذلك هذا الكبت وهذا العنف الأسري يجعل الشباب الآن يبحث عن التحر التحر إذا لم يجده بطريقة مشروعة وبطريقة تتوافق مع روح المواطنة ومع روح المجتمع فإنه يكون هناك انحراف الشاب الجزائري الآن أو الشابة تريد من يسمعها ومن يسمعه ومن يشاركه الرأي إضافة لهذا أن وسائل التواصل الاجتماعي الآن وأنت ربما توافقني في هذا أنها إيجابيتها كثيرة ولكن من سلبيتها أنها الآن جعلت أفراد الأسرة في المنزل ينفسلون عن بعضهم البعض صحيح كل هاتفه الذين ذكي في يده وكل منكب على هاتفه وذلك التواصل وذلك الاجتماع بين أفراد الأسرة حول مأيذة واحدة وحول موضوع واحدة أصبح غير موجود حتى الأصدقاء حتى الأساتذة حتى كل منكب على هذا الجهاز لكن هذا لا يمنع بأن الحوار هو فضيل لابد أن يكون موجودا ولكن لكي نرسخ هذا الحوار لابد أن يكون في الأسرة ثم ثانيا بعد الأسرة المدرسة المدرسة هي الأسرة الثانية التي تحتضن الأطفال اليوم في المدرسة وأنا رجل تربية وعملت في التربية 37 سنة ما شاء الله ستة عشر سنة مدرسا الصبورة وتبشور وأكثر من عشرين سنة مفتشا رفقت المعلمين وسهمت معهم في التكوين وعيشت انطلاق المدرسة الأساسية في 1976 لما انطلقت وكانت عرسا للجزائر في نهضتها الثقافية أستاذ وانت العارف بالمدرسة الجزائرية هناك من المختصين من الباحثين الذين يعتقدون أن المدرسة ينبغي أن تكون هي الباعث الأول لثقافة الحوار وفيه من ذهب إلى القول إنه ينبغي أن تكون هناك مواد أو مادة تعلم ثقافة الحوار أولا ثقافة الحوار داخل المدرسة من هو الذي يتولاه يتولاه المعلم بالطبع هذا المعلم الذي أتى إلى المدرسة هل علمناه نحن الحوار هل علمناه ثقافة الحوار داخل الجامعة اليوم طلبة اليوم مخرجات الجامعة سواء إناث أو ذكور لم نفتح لهم المجال داخل الجامعة لكي يتعلموا الحوار لأن حتى الطلبة مع أساتذاتهم لا يمكنهم من تعلم الحوار وفن الخطابة وفن الإقناع هذا الشاب المتخرج الذي يفتقد لا ثقافة الحوار عندما يأتي إلى المدرسة لكي يمارس مهنة التعليم بيأتها دون إعداد مسبق كما كان في السابق مباشرة يسلم له الأطفال وهو لا يعرف الحوار ولا يعرف ثقافة الحوار يعرف إلا المادة التعليمية أنه يقدمها مباشرة كمادة تعليمية لكن بالنسبة للطفل أو المدرسة بصفة عامة هناك تربية والتعليم وليس التعليم اليوم أصبح الذين يتولون التعليم الجدد هم يمارسون التعليم ولا يمارسون التربية فالتربية هو أنك لكي تعلم التلميذ وتكسبه المواد العلمية لابد أن تكسبه التربية كيف تربي إنسانيته ألا تعتقد معي أستاذ أن الأمر يتعلق بتخلف كل نعيشه ومن هذا المنطلق يمكن أن نتحدث عن ثقافة الحوار داخل ثقافات أخرى داخل أفكار أخرى داخل حركية في المجتمع بين قوسين نحن نتحدث المجتمعات الغربية ونقول إنها تحسن الحوار داخل المجتمع ألا يمكن أن نتحدث عن ثقافة الحوار في الغرب أنها رضيف الحضار رضيف التقدم طبعا الحوار أو ثقافة الحوار هي تتولد من الاعتراف بالآخر ثم ثانيا من الثقافة لأن الثقافة هي الحقيقة هي السلوك الذي نمارسه يوميا في حياتنا الثقافة تتخلغ له في حياتنا في كل المجالات نحن الآن ليس لنا ثقافة متغلغلة وليس لنا ثقافة تكوننا كمواطنين ثم إننا نحن لنا في وطننا هذا وفي العالم العربي نفتقد إلى روح المواطنة روح المواطنة تنبني على الحوار تنبني على الاعتراف بالآخر تنبني على الاعتراف بيننا مواطنين في وطن واحد نتساوى في الحقوق الواجبات كل مننا لابد أن يؤدي واجباته قبل أن يطالب بحقوقه نحن نتيجة وجود ثقافة متغلغة للسليمة في حياتنا ونتيجة عدم ثقافة الحوار نحن لن تتغلغ لتفيناء إلا الحقوق مطالبة بالحقوق هذه الحقوق جعلتنا أننا في كل المجالات نفقد بوصلة حياتنا وبالتالي الحوار في الحقيقة هو لما يبدأ من الأسرة ويذهب إلى المدرسة ثم يذهب إلى المؤسسات في المجتمع حين ذاك لما يكون هذا الحوار موجود نستطيع الآن أن نسير قدما وأن نستطيع الآن أن لا نسير الغرب ولكن على الأقل نتشبه في بعض الأشياء فيها طيب الدور الأخلاقي دور الأخلاقي في قضية التحاور هل ينبغي أن نكون على قدر من الأخلاق وأنت تتحدث عن أمور معينة أخلاقية في كتابك ينبغي للإنسان أن يتقيد بها هل ينبغي للأخلاق أن تكون على رأس كل متحاورين حتى نصل إلى حوار بناء يهدف الوصول إلى الحقيقة أو التعارف أو شيء آخر هي ثقافة الحوار أولا من مبادها أولا لعسرف بالآخر ثم من مبادها أولا السماع السماع للغيرة السماع للآخر هناك من يسميه فن الاستماع للآخر فن الاستماع طبعا نحن لا يوجد عندنا فن الاستماع خذ مثلا مجموعة من المتحاورين فيما بينهم لا يحسنون أن يصوتوا وأن يسمعوا لواحد يتحدثون مع بعض تجد كلما تكلمون مع بعضهم البعض هذا هو أفكار وهذا هو أفكار لكن في النهاية نخرج بلا شيء هذا عند الكبار فما بالك بالصغار هذه واحدة ثم ثانيا من مشاكلنا وغياب ثقافة الحوار عندنا أننا نحن مباشرة عندنا نوع من الفوقية أن كل واحد مننا يمارس الوسائل على الآخر يمارس الوسائل ويرى أنه أجدر من الآخر وأنه يفهم من الآخر وهذه نجدها بكل أسف موجودة في منازلنا موجودة عند الجيران موجودة حتى في المنزل ثم الخطاب الديني الخطاب الديني لحد الآن لم يلعب دوره الآن قل للآن من يستطيع الآن ويجروا أن يناقش الإيمان في المسجد ويقول له الكلام الذي تقوله يعني فيه خطأ أو غير صحيح ولا يتوافق مع المذهب الفلاني ثم الثانيا يعني الخطاب الديني لم يلعب دوره لحد الآن هل الخطاب الديني الآن علم الناس الحوار هل علمهم الآن؟ الآن الخطاب الديني في المسجد هناك أشياء كثيرة وهناك قضايا كثيرة تؤرق المواطن والإنسان الجزائري بصفة عامة ولكن الخطاب الديني لا يتعرض لها أبدا قضايا كثيرة الآن أنها تهز المجتمع أنا مرة كثيرة أقول الأهمة لماذا لا ستطرحوا قضايا المجتمع قضايا المخدرات قضايا التبذير في المال قضايا الغش في التجارة قضايا التبذير الماء قضايا تبذير الكهرباء قضايا الصحة قضايا التلوث البيئة لماذا لا ستطرحون قضايا كهذه يعني تجيهم دائما يطرحون نفس القضايا التي طرحت منذ بداية الإسلام حتى الآن فالخطاب الدين الآن لا يعايش واقع الإنسان ولا يساهم أبدا في الوعي الوعي الآن لا يقوم بالمسجد طيب إقامة حوار حقيقي وأنت تتحدث هكذا نتفق على أن مسألة الثقافة ينبغي أن تتوفر في الطرفين ونتفق كما قلت على أن اللغة والمصطلحات تكون متقاربة ونتفق على لحظة التواصل التي تكون صحية كما والحال بالنسبة لي ولك أيضا من غير تشويش خارجي تستطيع أن نقيم علاقة حوارهم وهناك أيضا كما تحدث أيضا أستاذ عن فن الاستماع للآخر وقضية مهمة أخرى هي إلغاء الأفكار المسبقة عن الآخر أنا أسألك ونحن نتحدث مثلا عن الشافعي الذي تحدث كثيرا عن النقاش والحوار لماذا وقد قدمت هذا في بداية البرنامج لماذا يحس ناس معينون يحسون بانهزام معين أمام أشخاص لا يعرفون فن الحوار وليس لديهم خلفية ثقافية ومع هذا ينهزمون الإمام الشافعي يقول أنه ينهزم أمام الجاهل أولا قبل أن أجيبك على هذا أعود بك للقرآن الكريم عندما يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعدات الحسنة وجادلهم بالتي أحسن نحن طالما أن هذه القاعدة غير موجودة عندنا إذن فلا يوجد حوار لكن كما قلت منتا أنا في كثير من مواقف المجتمع أجد كثير من أناس لم يدرسوا في الجامعة ولم يدرسوا حتى في التعليم الثانوي ولكن مشبعين بثقافة الحوار أحيانا أنه يقحم المتخرج من الجامعة ويجعله يصمت لأنه أقدر منه في الإقناع وفي الحوار هذا الحوار الحقيقة أنا أقول أنه موهبة وثانيا ثقافة يعني الشهادة الجامعية أو الشهادة غير الجامعية ليست وسيلة لكي نكتسب بها الحوار الحوار هو تفاعل مع المجتمع وحسن استماع فكل من كثرت خبرته في الحياة وكثرت علاقاته مع الناس وتواضع لغيره وكان هاديا في نقاشه وحواره مع الناس وبعيدا عن المجادلة لأن المجادلة والمحاججة هي التي تجهل الحوار غير موجود لأن المجادلة الأكثرية تبنى على نوع من التفوق ونوع من الإنقاس من الآخر فإذن كما قلت لك سابقا أن الحوار يتطلب ولن هو الاعتراف بالآخر وفي نفس الوقت بالشعور بعدم التفوق لما نرجع إلى الحوار كيف الآن نزرع ثقافة الحوار في المجتمع ليس السهلة متى نبدأ ومن يبدأها ومن يبدأ ثقافة الحوار الذي يبدأها ومن هو الآن الذي يكتسب المؤهلات الكافية لثقافة الحوار حتى يبدأ كيف نبدأ هذه ثقافة الحوار نبدأها من العائلة من الأسرة هي الأولى ثم تأتي المدرسة ثم الجامعة ثم فيما بعد كل مكونات المجتمع من المسجد إلى المجتمع المدني إلى الأحزاب إلى الجمعيات إلى الكشافة الإسلامية إلى كل هذه الهيئات التي تؤثر المجتمع بعيدا عن الأدلجة وبعيدا عن الاحتواء لابد أن نخرج من ثقافة الاحتواء وثقافة الأدلجة لابد أن نعترف بأن المواطن هو إنسان حر إنسان له أفكاره له رؤاه لكي يبدع ولكي يعطي رأيه في مسار الحياة في داخل كل إنسان أستاذ مواطن شخص هذه الفعالية التي يحب أن يصرفها في عمله فالذي يتقن عمله يخرج إلى الشارع وهو مطمئن أنه يعرف شيئا معينا وأنجزه كما ينبغي للإنجاز أن يكون ولهذا أعتقد أن هذا الفرد إن كان قاصرا عاجزا غير منجز لعمله إذا خرج إلى الشارع يتحدث في كل شيء لأنه يبحث عن فعالية معينة عن ذاته لأن الذات هذه لم يجدها في المجتمع وأنا هنا طبعا وأنت ربما توافقون على هذا لماذا الإنسان الجزائر عندما يخرج من الجزائر ويذهب إلى بلدان أخرى يبدع اليوم الأسماء اللامعة في الإعلام هم من الجزائر في الاقتصاد وفي الابتكارات العلمية موجودين الآن في أمريكا الشمالية وفي أوروبا وكل مبدعون لأن هذا الإنسان الجزائر يبحث عن ذاته يريد أن يجد ذاته محترما له قيمته وله اعتباره وفي نفس الوقت تفتح له المجالات لكي يبدع لكن نحن بكل أسف نحن لأهل ثقافة الاحترام الآخر وفتح المجالات أمامه هذه هي التي جعلت الإنسان الجزائر ينتكس ويحس دائما بنوع من الإقصاء في الأخير أنا وقتي ضيق بعض الشيء يعجبني القول الشافعي إذا دخلت في نقاش حوار مع شخص معين أو مع جماعة لا يهمك من يكون صاحب الرأي الأخير لا يهمك أن تنتصر أنت بل ينبغي أن تنتصر الحقيقة كانت خرجت من لسانك أو خرجت عبر شخص آخر وهو في كتابه الولد المهذب الكتاب الصغير يتحدث ما معناه أنه وتافه من كان همه الانتصار في المناقشة أستاذ كنت سعيدا بهذا النقاش الذي أضاء لنا نقاطا مهما في حياتنا في علاقاتنا من أجل بناء مجتمع حقيقي شكرا لك على الحضور الفائدة ويبقى السؤال آخر فقط من يبدأ الآن بثقافة الحوار وورا الثقافة في المجتمع وكيف نبدأ ومن هم الذين يبدأون فلنكون بحول الله معا جنودا إن شاء الله شكرا لكم هذا الباب نتمنى أن يكون من الباحثين من يهتم بهذه القضية المهمة ولا يبقى كتابك كنا أذكر بحثا عن ثقافة الحوار مع الذات ومن الآخر لأستاذ بشير خلف من الكتب القليلة والقليلة جدا أنا كنت أبحث عن كتاب ليتحدث عن التواصل بين الناس ولم أجد تقريبا في حدود علمي إلا هذا الكتاب إن كان عندك كتب أخرى فلتتذكرها لنا حتى نعود إليها ونقدم الفائدة للناس شكرا لك فليوفقنا إن شاء الله للإضافة الكتب أخرى إذا أمد الله في العمر بارك الله فيك أستاذ أنا معي لجلال يساري انتفاضة كتاب 1882 1881 أو العكس 1881 ملحمة الشيخ بعمامة صادرة عن ليناغ وفي انتظار المحاكمة الثؤلل محمد بورحلى عن دار ميم وعندي ما قبل الأخير عبد الله خمار عزاب مسرحية مع سبق الإصرار هذه صادرة عن ليناغ وعندي في الأخير الدكتور مولود عيمر يقدم كتاب عبد الحميد بن بديس ما صار وأفكار عن دار جسور شكرا لكم على المتابعة أذكر أنه تلفزيون الجزائري وقراءات ترحب بكل إبداعات للمؤلفين وإصدارات الناشرين مرحبا بكم نقدم في كل مرة هذه الكتب لا نقصي أحدا شكرا لكم نلتقي بعد أسبوع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر